مستمعين تابعون على إذاعة صوت اليمن 98.1 أصدروا حكماً نهائياً بتأييد وقف إذاعته الصوت اليمن وشرع نوبا تعرضت له الإذاعة قبل سنوات من اقتحام ونهب ومصادرة معداتها وإغلاقها وقالوا للمحكوم ضده مالك الإذاعة عد إلى قريتك وتعلم الزراعة ومن أنت حتى تمتلك إذاعة هكذا بكل نابية وصلف ووضوح ردد قاضي الاستئناف كلماته في قاعة المحكمة بصنعاء يوم الأحد لتردد أصداء الكلمات العنصرية على نطاق واسع ويسود الاستياء في أوساط الناشطين خلال أقل من 24 ساعة على الحكم التعسفي الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة للميليشيا كان ثلاثة أشخاص يترصدون الإعلامي مجل الصمدية أمام سكنه في صنعاء ويعتدون عليه بالضرب ويهشمون زجاج سيارته يعد الصمدية واحداً من ضحايا الإرهاب الحوثي والعنصرية السلالية المستقوية بسلاح الدولة تعرض للاعتداء عدة مرات من عناصر دفعت بهم الميليشيا وفق مصادر في صنعاء في محاولة لإسكاته عن المطالبة بأبسط حقوقه لم تكن إذاعة صوت اليمن سوى إذاعة خاصة تبث من صنعاء لا تتطرق إلى الجانب السياسي بأي شكل كان فقد كانت إذاعة فنية وقد أتاحت من وقتها إلزاماً ساعة لبث ما تريده الميليشيا غير أن كل ذلك لم يرقل زعماء العصابة الذي لم يستقر لهم قرار حتى أرسلوا مسلحيهم قبل سنوات لاقتحام الإذاعة ونهب كافة أجهزتها ومعداتها وإغلاقها يخوض مجلي معاناة طويلة في دهاليز القضاء وصنعاء التي لم تعد مكاناً لكافة اليمنيين بل أضحت غابة يترصد فيها حوثة صعدة كل اليمنيين لإفتراسهم والنيل منهم ورصد أنفاسهم وتحركاتهم في قمع ممنهج وغير مبرر في البداية حصل الصامدي بعد عناء طويل على حكم محكمة ابتدائية بفتح إذاعته وإعادة معداتها إليه ليتم في مرحلة الاستئناف إسقاط الحكم وتأييد الإغلاق والاقتحام السابق وعملية المصادرة والنهب ولم ينس قاضي المحكمة توجيه نصيحة للإعلام الصمدية بترك كل شيء والعودة إلى قريته للزراعة ترجمة نانسي قنقر